السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الغاليين يارب تكونوا بخير النهاردة بقى حلقة الله مبارك كلها خير معنا النهاردة 3 كيلو لبن هنعمل منهم مقشطة وزبدة وجبنة ورايب هنعمل منهم حاجات كتير وحلوة جدا وعايز اقول لكم ريحة الخير في البيت بتبقى جميلة جدا جربوا الوصفات دي وان شاء الله هتعجبكم والمقدير بسيطة جدا وعايز اقول لكم هم 3 كيلو لبن حابين تعملوا كمية اقل مفيش مشكلة بس 3 كيلو لبن متهيالي اقل حاجة هتطلع كمية برضو مش كتير قوي معايا بقى هنا 3 كيلو لبن انا جبتهم وفضيتهم في الحلة وسبتهم حوالي يومين طبعا في مقطع هنا ناقص لان الحقيقة ضع مني فهنعديه ده اللبن كده بعد ما سبناه يومين وطبعا انا مغطيه بمصفة ماردتش اغطيه بغطى حلة علشان اللبن يعني يتنفس معينا دي بقى القش طلع الوش بص الله مبارك طلعت كمية قشطة حلوة جدا هنبدأ بقى ألمها كده بالراحة خالص طبعا القشطة بقى دي هنعمل منها زبدة ولو عايزة مثلا على شوية عسل على شوية مربة تقدري تعملي بها اللي انت عايزاه هي طعمها جميل جدا يعني قشطة فلاحي بس أهم حاجة اللبن يكون من مكان كويس ويكون اللبن كده بخيره يعني يكون دسم وحلو طبعا لبن العلب ماينفعش ولا كل الألبان اللي هيا المبسطرة دي ما تنفعش لازم لبن يعني لو حد كمان في مكان في فلاحين وعندهم لبن كده سايب تقدري تشتري منهم بس زي ما قلتلك يكون حد مضمون علشان يطلع لك كمية قشطة حلوة ويطلع لك الجبنة برضو تبقى بخيرها كده وطعمها حلو بصوا القشطة اللهم بارك عايزة أقول لكم كان طعمها حلو جدا أول مرة في حياتي أكل قشطة بالطعمة دي وطبعا عايزة أقول لكم يعني لو وانت بتغلي اللبن كده وتبقى عندك شوية قشطة جمعيهم في الفريزر زي ما أنا بعمل وهوريك أنا كنت عاملة إيه أي لبن تعملي تغليه شيليه في التلاجة لغاية ما يعمل وش وشيلي بقى القشطة بتاعته كده جمعي شوية بشوية لو انت مش حابة تعملي كل الخطوات دي جمعي القشطة كلها مرة واحدة وبعد كده شليها في الفريزر وهوريكي هنعملها ازاي ده بقى الرايب بتاعنا هقول لكم انا هعمل برضو مع اي دلوقتي أنا طبعا عايزة أشيل شوية مش عايزة أعمل الرايب ده كله جبنة هشيل شوية وهقول لكم هعمل بيهم ايه لو عايزة تشربيه كده مفيش مشكلة هناخد يعني كم معلقة كده بصوا ما شاء الله حلو جدا وكمان يعني اللبن اللي انا جايبها ده مش احسن حاجة لو لبن يعني حلو كمان من عند فلاحين هيبقى اللهم بارج مفهوش نسبة الميا دي كلها تعالوا بقى نجيب كده شاشة او اي حاجة عايزة تصفي في المصفى على طول براحتك بس انا بفضل الشاشة علشان ما تهدرش معي جبنة كتير تمام انا حطى طبعا تحت المصفى دي حطى صنية علشان اللي هينزل ده الشرش بتاعنا اللي هينزل ما يبهدلش الدنيا وطبعا كل اللي هينزل من الجبنة او اللقشة كل الحاجات اللي هتنزل دي احنا ببنرمش اي حاجة كل حاجة هنستفيد بيها بقولكو هنعمل بيها ايه دي الجبنة بتاعتنا هنعملها طبعا في مصفى عايزة تعمليها زي ما هي كده بالشاشة وتعلقيها مفيش مشكلة وبعد كده تقطعيها بس هي بصوا فيها كمية ميا كتير بصوا الشرش بتاعها كتير فخلوها بقى هنسبها يعني ليلى كاملة كده لغاية ما تصفي ميتها خالص وبعد كده هقولكو هنعمل ايه بصوا ما شاء الله هي برضو كمية مش وحشة بصوا بقى اللي في الدوان القشطة اللي عندي اللي في وش اللبن اللي قلتلكو عليها واللي عندي في الطبق دول كانوا برضو شوية قشطة مجمعيهم وطلعتوهم بقى علشان اعملهم كلهم مرة واحدة لان طبعا مش هينفق هتعملي كمية قليلة فهتعملي الكمية دي مع بعض ودي برضو مش كتير يعني بس هتطلع شوية زبدة حلوين يعني تمام كده دي القشطة اللي كانت عندي كل اللي كان عندي في البيت ضفته هنا ودي بقى القشطة اللي طلعناها النهاردة من وش اللبن وطبعا تحفة جدا جدا تمام طبعا شوية القشطة دول انا هشيلهم علشان اعمل بيهم حاجة تانية اللي بي بقى عايز اقول لك القشطة اللي كانت عندي في الفريزر طبعا مكان الفريزر هيبقى فيها نسبة مية فهتاخد موقت يعني شوية معي في الضرب فاخدي بالك من النقطة دي لو انت مطلعها من الفريزر حتى لو فكت هيبقى فيها نسبة مية كتير فطبعا هتفضلي بقى تضربي كده شوية حلوين يعني حوالي عشر دقايق ربع ساعة علشان توصلي للقوام هنا بقى هيبدأ يخرز معيكي بص انا بضرب اهو على اعلى سرعة طبعا الضرب ده هتخلي الزبدة تفصل عن اللبن وعايز اقول لكم بجد اليوم ده كان يوم حلو جدا ريحة الجبنة والقشطة وكل الحاجات دي ريحة فعلا كانت حلوة جدا اللهم بارك يا جماعة اعملوا الحاجات دي في البيت الحكاية مش حكاية ان احنا نوفر او كده الطعم وكمان الزبدة مش هتبقى مخشوشة يعني انت متخيلة كده تعملي الزبدة بأيديكي فهي حاجة جميلة جدا جربوا الحاجات دي وكلها حاجات بسيطة يعني اللبن ده كله تقريبا عمل 39 جنيه 3 كيلو فبسيطة جدا يعني فجربوها وطبعا اوفر يعني عايز اقول لكم عملت معي حوالي نص كيلو زبدة وقشطة ودتني رايب وعايز اقول لكم عملت معي ما شاء الله حاجات كتير جدا يعني لو حسبتيها هيبقى اوفر كتير من الشارع بصوا الزبدة هنا القشطة بدأت تخرز بصوا وفصلت خلاص كده انا كده وصلت القوام اللي انا عايزاه وزي ما قلتلكو احنا مبنرميش اي حاجة اللي طالع من الزبدة ده هضيفه على اللي طالع من الجبنة وهعمل بقرة استرية تشيليه طبعا في الفريزر شيليه في كيس في الفريزر لوقت استخدامك فعايز اقول لكم بصوا مفيش حاجة بتترمي اللهم بارك وطعم وريحة الزبدة حاجة روعة بصوا ما شاء الله يعني زبدة اصلي يلا بقى اجربوها وابعتولي كده وقلولي عملتوها ازاي وقلولي رأيكم في الوصفات دي وطبعا عايز اقول لكم اللبن بقى في شهر واحد واثنين بيبقى حلو جدا بيبقى بخيره يعني دايما اللبن بيبقى في الشتاء حلو جدا فجربوا الوصفات دي في الوقت اللي احنا فيه دا من السنة بصوا هبدأ بقى هنا طبعا الزبدة زي ما انتو شايفينها كده يعني مخرزة عايزة بقى اللمها على بعض بصوا وعصوروا الميا اللي فيها دي كلها وطبعا عايزة سياحيها سياحيها عايزة بقى تجمعي مثلا كمية زبدة في الفريزر تقدر يتشيليها بس ما تشيليهاش في التلاجة يعني في التلاجة كبرها اسبوع لان بعد كده هتبدأ ممكن تمرر معك فبلاش لان هي لسه زبدة خضرة فخليها في الفريزر احسن ولو عايزة تطلعي منها من الفريزر لو عايزة يعني تستعمليها زبدة كده عايزة بقى تسياحيها خلاص تعامليها بقى سامنة تبقى سامنة بلدي وتبقى حلوة جدا بصوا اللهم بارك دي حوالي نص كيلو او اكتر كمان يعني بسم الله ما شاء الله بصوا ما شاء الله يعني كيلو الزبدة بحوالي مية وعشرة او مية وعشرين جنيه الزبدة نضيفة دي حوالي بستين جنيه طبعا احنا عملنا جبنة وعملنا اشتا وعملنا رايب وعملنا طبعا كل الحاجات اللي نزلت من اللبن ومن الجبنة ومن الاشتا كل الحاجات دي تبقت معايا اللي هو الشرش بتاع الحاجات دي وهنعمل بيه قرة استرية فعايز اقول لكم ما هتضرناش اي حاجة كل حاجة هنستغلها وطبعا توفير يعني لو هنتكلم على التوفير فطبعا اوفر وانضف يعني حطوا تحت كلمة انضف دي واضمن عشر خطوط بص الله مبارك ما شاء الله الزبدة حلوة جدا ورحتها حلوة جدا 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 دي بقى الجبنة بتاعتنا انا عايز اقول لكم ان انا نقلتها في مصفة تانية مصفة كده مربعة وهنا ضفت شوية ملح علشان ينزل الميا بتاعتها وبعد كده عايز اقول لكم ان انا قفلت عليها وفي خطوة كده يعني مش باينة معاكو قوي اي حاجة تقيلة هتروح وحطنها فوق الشاشة دي علشان تعصر الميا اللي في الجبنة انا كده خلص قلبته الملح وزي ما قلت لك عايزة تخليها مسلا في مصفة رفيعة كده من غير الشاشة براحتك بس طبعا الشاشة افضل مش هتهدر معاكو جبنة وهتحفز عليها انا هنا عملتها طبقة رفيعة يعني ما عملتهاش كتع كبيرة ولا تخينة لأ عملتها رفيعة جدا لان هي مش هتفرق كده كده احنا هنكلها كده فمش هتفرق اذا كانت قطعة خينة او رفيعة في الاخر هنعملها بالشوكة وهنكلها تمام هنا بقى حط اي تقل عليها علشان تتصفى واسبها بس لتاني يوم خلاص كده دي الجبنة هي بتاعتنا بصوا ما شاء الله وده الشرش اللي طلع معانا من الجبنة برضو مش هنرميه هنضيفه على الشرش الاولاني ده وكل ده هنعمل بيه قرة صرية عايز اقول لكم مش هنرمي اي حاجة خالص اهي المصفى اللي انا كنت عاملة فيها هي مربعة كده مستطيلة مش مربعة ودي بقى الجبنة هفضيها وقطعها انا زي ما قلت لكم عاملاها رفيعة مش عاملاها تخينة عايزة بقى تعمليها تخينة عايزة لو عندك حصيرة هتبقى احلى كمان انا للاسف ما عنديش حصيرة فلو عندك حصيرة هتبقى حلوة جدا وهتطلع شكل الجبنة يعني المتعرف عليها تمام كده طبعا عايزة بقى لو عايزة تعمليها في مش عايزة تعمليها بالجبنة زي ما انت عايزة انا هنا بقى كان عندي شوية منجة وطبعا انا كنت مخليه شوية لبن رايب هنعمل دلوقتي بقى اللبن الرايب ده بالمنجة ووضيف عليهم شوية سكر واخلطهم عايزة اقولك ما عندك شوية فراولة على اللبن الرايب عندك موز عندك اي طعم بتحبيه واعمليه وقدمي لي ولادك دي القشطة بتاعتنا اهي اللهم بارك ما شاء الله عايزة اقولكو يا جماعة بجد اعملوا الوصفات دي في البيت اعملوا الجبنة في البيت واعملوا الزبدة في البيت ده بيبقى خير في البيت ويدي بركة كده ده الشرشة اهو ودي الزبدة ما شاء الله اللهم مبارك والجبنة والاشتاء وده العصير كمان يعني بصوا كمان عملنا عصير فعايزة اقولكو حاجة حلوة جدا جربوهم بقى وما تنسوش اشتراك في القناة وتضغطوا على زر الجرس على الكل علشان يوصلكو كل جديد وما تنسوش شير للفيديو بتاعنا ده وان شاء الله حلقتنا كلها تعجبكم وطبعا زي ما قلت لكم لو عايزين الزبدة تسيحوها تقدروا تسيحوها عادي جدا اما حاجة ما تعلوش عليها النار والجبنة طبعا هقولكو دلوقتي هنحفظها ازاي انا طبعا مش احفظها بالشرش بتاعها لان لو حفظتها بالشرش بتاعها ده هيخلي الجبنة تجلد فهقولكو هنعمل فيها ايه تمام دي حاجتنا هي النهاردة بجد حلقة من الحلقات المميزة جدا ما شاء الله هنا بقى هنعمل الجبنة زي ما قلت لكم دي مية عادية جدا من الحنفية وهنضيف عليها شوية ملح بس مش اكتر من كده وهنخزنها عادي في مية وملح هي طبعا الكمية مش كبيرة حوالي كيلو جبنة او كيلو الاربع كمان تمام بس